اهلا بكم الى هذه المقابلة الخاصة مع قائد القيادة المركزية السابق جزاف فوتال الجنرال الامريكي باربع نجوم الذي تولى قيادة العميات الخاصة للجيش الامريكي في المنطقة على مدى السنوات نستضيفه اليوم على وقع تطورات الحرب في غزة وانعكساتها على المنطقة فيما شبح داعش يطل من جديد اهلا بك رئيس القيادة المركزية الحالي حذر امام الكونغرس من تعاظم تهديد داعش خرسان قبل ايام فقط من هجوم موسكو هل يشكل هجوم موسكو مؤشرا الى انطلاق جديد للتنظيم مهددا الغربي بمجمله؟ اجل اعتقد انها كذلك بالفعل يجب ان لا نستهينا بهذه المنظمات ابدا لانها تتطور بشكل مستمر وتبحث عن الاساليب الجديدة لخلق الاثر السياسي وبالتالي علينا التعامل مع هذا التهديد على المدى البعيد القائد السابق للقيادة المركزية الامريكية كينيث ماكينزي تخوف من امكانية تجنيد عناصر لمهارمة الداخل الامريكي مع كل الفوضى التي نراها على الحدود الجنوبية الامريكية اليوم كيف تقيم نسبة الخطر؟ لدينا نظام جيد جدا في الولايات المتحدة مصمم لتنبيهنا الى التهديدات الارهابية هو بلا شك ليس نظاما مثاليا فالارهابيون ابداعيون وبإمكانهم دخول بلادنا اعتقد ان اكثر ما يقلقنا داخل بلادنا هو ما نطلق عليه هجمات الذئاب المنفردة وهي تلك الهجمات التي يقوم بها افراد او مجموعة صغيرة من الافراد يعملون بصرية لشن هجوم او شخص متأثر بفكر داعش سبق وان شهدنا ذلك في الماضي ونستمر في مشاهدته باشكال ما في امريكا هذان هما اكثر التهديدات التي يمكن ان نواجههما من قبل منظمة مثل داعش داخل الولايات المتحدة هل يمكن القول ان داعش استعاد زخمه مجددا؟ لا اعرف كم من الزخم الذي كسبوه كما يذكر مشاهدكم فقد عانوا من هزيمة كبيرة في العراق وسوريا في عام 2019 ولكن على قدر حملتنا العسكرية حين ذاك فلم تتخلص من كل داعش حيث اختبأت بعض المجموعات والفكر لا يزال موجودا كما اعتقل عدد كبير من مقاتليهم وافراد عائلتهم في المخيمات في سوريا بلا شك فكر داعش لا يزال موجودا واللحظة التي نرفع فيها تركيزنا عن المنظمات الارهابية هي اللحظة التي تبدأ فيها بالنمو ومع اننا حققنا النجاح في العراق والسوريا في فرض الضغط عليهم فقد حققنا نجاحا أقل في مناطق مثل أفغانستان حيث ازدهر داعش خرسان وفي تلك المناطق علينا أن نستنتج أن داعش وبسبب الهجوم الذي شهدناه مؤخرا في موسكو والهجوم الآخر الذي وقع في إيران فإن داعش ينمو إلى حد ما وعلينا أن نكون قلقين جدا من ذلك وتحديدا في هذا الشأن رئيس لجنة العلاقات الخارجية وصف قرار انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بالخطأ الجاسيم هل تتطفق معه وكأن الفراغ الأمني الذي تركه الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خلق حاضنة جديدة لداعش بعد أن فقد مركزه في الشرق الأوسط استنتاجي هو أننا تركنا فراغا بالفعل لم يكن علينا ترك عدد كبير من القوات على الأرض ولكن لو أبقينا عددا صغيرا من الجنود لوفر لنا ذلك إمكانية الوصول إلى هناك بسهولة ولا سمحت باستمرار شراكتنا مع القوات الأفغانية ولما كانتنا من الاستمرار في مراقبة وفرض الضغط على شبكات الإرهاب التي تعمل في تلك الدولة بالتحديد سواء كانت القاعدة أو داعش أو أي منظمة أخرى موجودة هناك فالجواب هو نعم حقيقة عدم وجودنا هناك يصاعب علينا فهم ما يقومون به والاستمرار بفرض الضغط على تلك المنظمات وعدم السماح لهم بالانتشار لتشكيل تهتدات أكبر أمريكا أنذرت موسكو من احتمالية هجوم إرهابي بداية مارس موسكو تتساءل كيف عرفتم وتتهمكم بالتواطئ مع هذه التنظيمات ما هو ردكم؟ أعتقد أن الإدعاء بأننا متواطئون في أي هجوم يقوم به داعش أو أي منظمة إرهابية منافا للعقل هناك تاريخ طويل من التعاون والاتصال ومشاركة المعلومات الاستخباراتية بين الشركاء الدوليين وفي بعض الحالات شمل ذلك روسيا نحن نرى أن مواجهة روسيا لمثل هذه الهجمات من قبل داعش خرسان لا تصب في مصلحة أي طرف ولذلك فإن تحذيرهم منها هو العمل العقلاني أما اقتراح الرئيس الروسي بأن الولايات المتحدة ضالعة في هذا الهجوم فهو مثير للسخرية سننتقل إلى موضوع البحر الأحمر وهو محوى جهود القيادة المركزية اليوم والمفارقة أن هذا الموضوع كان دائما متصدرا في شهاداتك أمام الكونغرس أي قبل سنوات من حرب غزة تقول اليوم أن هجمات الحوث في البحر الأحمر أصبحت مشكلة كبيرة وتقول أنه لو كنت ما زلت في الخدمة لنصحت الإدارة الأمريكية بالضغط على إيران بشكل أقوى لجعل الأمر مؤلما لها للغاية ماذا تقصد؟ وهل لك أن تشرح كيف؟ بالتأكيد إيران تمكن كل تلك الشبكات مثل الحثيين وحماسة وحزب الله اللبناني والميليشيات الشعية في العراق وسوريا لشن الهجمات وتسبب في عدم الاستقرار في كل تلك الدول ما لم نبدأ بمعالجة التحدي الإيراني وإخضاعهم للمساءلة وجعلهم يدفعون الثمن مقابل الدعم الذي يقدمونه فمن غير المرجح أن نحقق النجاح الذي نصب إليه ضد كل تلك المنظمات أما فيما يخص اليمن فعلينا الاستمرار في بعض الأشياء التي نقوم بها حاليا مثل الدفاع عن أنفسنا وضرب بعض الأساليب التي يستخدمها الحثيون لشن هجماتهم وعلينا أيضا أن نضرب خطوط الإمداد الإيرانية والميسرين الإيرانيين وكل ما يساعد الحثيين على شن تلك الهجمات والثانيا علينا وبشكل علني جدا أن نوضح بشكل جلي أن إيران هي المسؤولة عن كل ما يجري لأن إيران هي التي تزرع بذورا عدم الاستقرار في المنطقة حاليا هذه بعض الأشياء التي يمكن أن نقوم بها بشكل أفضل بالإضافة إلى محاولة الدفاع عن أنفسنا أو شن الضربات ضد الحثيين القيادة المركزية اليوم ترى ضرورة ضرب البنى التحتية العسكرية للحثيين كما تقول وقطع امدادات إيران بالأسلحة للحثيين هل تفتقر أمريكا اليوم للمعلومات الاستخباراتية الكافية لوقف تهريب الأسلحة الذي ما زال يتضفق حتى الآن وردع ممارسات الحثي التي تتصاعد مع الوقت أم تفتقر للقرار السياسي لفعل ذلك في رأيي أعتقد أن الأمر يعود إلى الإرادة السياسية واتخاذ القرار لنشر عدد أكبر من القوات في المنطقة لمعالجة هذه المشكلة بشكل نهائي لدينا معلومات استخباراتية جيدة جدا وبلا شك نود أن نكون على دراية تامة بما كان يجري لكي نتصرف بدقة وهو هدفنا دائما ولكنه يعني أيضا أننا بحاجة للإرادة السياسية لفرض الثمن على إيران وجعل الألام التي يتحملونها أكثر من الفوائد التي يكسبونها من تلك الهجمات يجب أن نخصص الموارد العسكرية وغيرها لهذا الغرض من أجل تحقيق النجاح لا أعتقد أن هذه الرغبة كانت متوفرة لدينا حتى هذه اللحظة بسبب اهتماماتنا في مناطق أخرى مثل معالجة مشكلاتنا مع الصين في المحيط الهادئ وتحدياتنا مع روسيا في شرق أوروبا وبالتالي فهذه الأمور تفرض الضغط على وزارات الدفاع الأمريكية من ناحية إدارة مواردها ولكن من أجل معالجة هذه المسألة بفاعلية فعلينا ليس فقط إظهار استعدادنا لاستخدام القوة بل القدرة أيضا على توفير الموارد الضرورية لتحقيق النجاح هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية ستكتفي بشأن ضربات محدودة هنا وهناك أم لديها استراتيجية كاملة لضرب البنية التحتية؟ أعتقد أننا اتبعنا لحد الأدنى من المقاربة حتى الآن والتي شملت حماية أنفسنا وضرب الحثيين وكل ذلك كان بالتعاون مع بريطانيا كما حاولنا بشكل دوري اعتراض السفن التي قد تنقل المعدات إلى الحثيين وكذلك التركيز على إنهاء الصراع في غزة وبسرعة لكي نزيل مبررات الحثيين لشن هذه لاجمات أعتقد أن هذه هي استراتيجية الإدارة الأمريكية في الوقت الحاضر عندما تقول إيران يجب أن تشعر بالألم نتيجة أفعالها ماذا تقترح؟ هل تقترح ضرب القوات البحرية كما يقترح البعض أم ضرب الداخل الإيراني؟ ماذا تقترح فعليا؟ أعتقد أننا نستطيع فرض الثمن عليها والتسبب في إيلامهم من خلال استغلال قدراتنا البحرية لاعتراض جميع السفن الإيرانية المتجهة من الموانئ الإيرانية إلى شبه الجزيرة العربية خاصة تلك المتجهة إلى اليمن هذه طريقة مؤكدة لجذب انتباه إيران سواء من خلال إرغام السفن على العودة أو حجزها وإقراق الإمدادات وعلينا أن نقوم بكل تلك الأمور بشكل يهذب انتباه الجمهور لما تقوم به إيران وعلينا أن نقوم بكل هذه العمليات بنطاق واسع لكي نظهر مدى انتشار هذه الشبكة الإيرانية هذه من بين الأشياء التي لا نقوم بها حاليا وأنا لا أؤيد بالضرورة قصف إيران في الداخل ولكننا بلا شك نستطيع السعي وراء بعض سفنهم التي تمد الحثيين بكل هذه الموارد وهذا بالنسبة لي هو العمل المناسب جدا وسيكلفهم كثيرا نستطيع أن نبدأ من خلال القيام بعمل أفضل في اعتراض تلك الإمدادات المقدمة إلى الحثيين أو غيرهم عبر السبل البحرية أو البرية أو الجوية هذه مقاربة جيدة بالنسبة لي فاصل قصير ونتابع هذه المقابلة الخاصة مع قائد القيادة المركزية السابق جزاف فوتال أهلا بكم من جديد في هذه المقابلة الخاصة مع قائد القيادة المركزية السابق جزاف فوتال أهلا بكم من جديد قلت أن أماركا نجحت في ردع إيران في العراق وسوريا لماذا برأيك فشلت بردعها في اليمن؟ التحدي الذي نواجهه هنا يكمن في الحثيين الذين يستفدون بشكل كبير جدا من هذه الهجمات التي يقومون بها في البحر الأحمر حيث يعدون عضوا مساهما وحيويا فيما يسمى بمحور المقاومة هذه الهجمات طلق شعبية كبيرة بين السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحثيون بل إضافة إلى كميات الموارد الكثيرة التي يمتلكونها والتي قاموا بتخزينها منذ فترة طويلة وبإمكانهم الاستمرار في تحمل الخسائر جراء الهجمات التي نقوم بها على المناطق السحلية ومناطق أخرى في اليمن حيث لديهم الموارد الأخرى التي بوسعهم نقلها وإخفاؤها بسرعة وهذا يعبر عن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة وبريطانيا لمعالجة هذا التحدي بشكل يفرض ثمنا ضاغظا على الحثيين كما أننا لم نسعى للنيلي من أهداف حثية كبيرة فقط تلك المرتبطة بالهجمات التي يقومون بها في البحر الأحمر وربما ضرب أهداف أكثر أهمية سيهذب انتباههم أنت حذرت من هذا الخطر منذ سنوات لماذا لم يتم التصدي لهم منذ سنوات هل كانت تقاعص منكم أم لم يكن هناك قرار سياسي بذلك أعتقد أنهم أكثر نطجا وسيطرة على الأوضاع في اليمن الآن وهم كأمر واقع يحكمون اليمن بعد أن أطاحوا بالحكومة الشرعية إذن لقد قسبوا القوة والثقة ولديهم دعم أقوى وأوسع من إيران أمريكا والمجتمع الدولي كانا بطيئين لإخضاعهم للمساءلة لما يقومون به أعتقد أننا كان يجب أن نكون أكثر قوة منذ وقت مبكر في هذه الأحداث لكي نظهر لهم أن هذه السلوكيات غير مناسبة وأننا لن نتسامح مع هذه الهجمات الموجهة ضد الصفن في البحر الأحمر وقد كنا بطيئين في استجابتنا لهم الحوثيون رأوا أن هذا يمنحهم المبرر لشن الهجمات عندما تصرفنا ضدهم بقوة في عام 2016 توقفوا مباشرة عن هجماتهم لذلك أعتقد أن القوة والحزم مهمان جدا في التعامل معهم وقد كنا بطيئين في الوصول إلى هذه المرحلة ولا أعتقد أننا تصرفنا بالقدر الكافي من القوة والحزم مع إيران هذه المناورات العسكرية المشتركة التي نراها بين إيران وروسيا والصين في المحيط الهندي القريب من المنطقة إلى أي مدى يقلقكم؟ دائما أقلق عند رؤية قوة عظمى تجتمع لخوط التدريبات والمناورات مع دولا من المنطقة لأنني أتساءل دائما عن دوافعهم الخفية وما الذي يسعون وراءه لا أعترف إن كانت تمثل تهديدا مباشرا لنا ولكن من المهم أن نراقبها عن كثب ننتقل الآن إلى حرب غزة وانعكسات ذلك على المنطقة واشنطن تحذر تل أبيب بشكل غير مسبوك من مغبة دخول رفح في نفس الوقت تؤكد على سعيها المشترك معها للقضاء على الحماس لكن هل تتفق مع نتانيه بأنه لا يمكن القضاء على حماس من دون دخول رفح؟ لا أعتقد أنني أمتلك ما يكفي من المعلومات لفعل ذلك من أجل القضاء على حماس علينا السعي للنيل من حماس من خلال النيل من قادتهم وإمداداتهم ومقاتليهم فمن جهة أنا أؤيد أنه من أجل القضاء على حماس فعلينا السعي وراءهم سياسة الولايات المتحدة هي دعم إسرائيل ورغبتها في القضاء على حماس والتخلص من تهديدهم أما ما نختلف معهم عليها فهي مقاربتهم التي يبدو أنها تتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية التي هي أصلاً سيئة الأمر المفيد من وجهة نظري هو بذل المزيد من الجهود العلنية والواضحة من قبل الإسرائيليين وربما المجتمع الدولي لمحاولة تنصيق العمليات العسكرية مع الأوضاع الإنسانية على الأرض وهذا ليس بالأمر المستحيل فقد قمنا بذلك وبفاعلية في العراق خلال حملتنا ضد داعش فالأمر الذي يقلق الولايات المتحدة من وجهة نظري هو تفاقم الأوضاع الإنسانية في حال الهجوم على رفح والذي لا يؤخذ في الاعتبار الأثر الكامل على المليون لاجئ تقريباً الموجودين في تلك المنطقة الذين سبق أن نزحوا نحو ثلاث مرات خلال ستة أشهر من النزاع كيف تقيمون أداء الجيش الإسرائيلي ككل؟ هل يحقق تقدم حقيقي؟ لأن الصحفة الأمريكية تشكك بذلك حيث أن الجيش يشتبك في أماكن يكون قد أعلن السيطرة عليها ألا يؤشر ذلك إلى استحالة السيطرة الكاملة على غزة؟ أعتقد أن الجيش الإسرائيلي جيش محترف ومقدر ومعد بشكل جيد جداً وأعتقد أن عملياتهم تحسنت مع مرور الوقت فهم يحاولون أن يكونوا أكثر دقة ويحاولون السعي وراء القادة الرئيسيين والجوانب الرئيسية من شبكة حماس من أجل تقويدها وأعتقد أنهم تخلصوا من تهديد حماس بشكل كبير على الأقل منعهم من شن هجمات فورية ضد إسرائيل ولكن التحدي الذي يواجهونه الآن هو التخلص من مقاتلي حماس الذين اختبأ أغلبهم واختلطوا بالسكان المدنيين والذين يستغلون شبكاتهم تحت الأرض لتجنب الهجمات الإسرائيلية وهذه مشكلة تكتيكية تمثل تحديات كبيرة أما التحدي الآخر الذي واجهه الجيش الإسرائيلي فهو السيطرة على المناطق بعد شن العمليات العسكرية فيها شاهدنا عدة أمثلة على عودة ظهور حماس ولو على شكل مجموعات صغيرة من المقاتلين في شمال أو وسط غزة حيث اندلع الكثير من القتال قبل بضعة أشهر والتي اجتازها الجيش الإسرائيلي أعتقد أن هذا تحدي كبير بالنسبة لهم إنهم يقومون ببعض الأمور بشكل جيد ولكن أكرر وأقول إنهم يواجهون تحديات كبيرة هناك بسبب وجود النازحين وقدرة الحماس على الاختباء بين السكان وبسبب صعوبة السيطرة على الأراضي التي قاتلوا فيها كل هذه الأمور تجعل لهذه الحملة تحديات كبيرة سننتقل إلى العراق الذي شهد أيضاً انعكاس لحرب غزة وعبرت عن قلق من المناقشات الجارية الآن بشأن انسحاب القوات الأمريكية المتبقية في العراق هل ذلك مرتبط فقط بالقدرة على مواجهة داعش أم مرتبط بجهود أمريكا لاحتواء إيران في العراق مهمة القوات الأمريكية في العراق وحتى في سوريا هي التركيز على هزيمة داعش نحن موجودون هناك من أجل مساعدة الحكومة العراقية على الاستمرار في الضغط على بقايا داعش في العراق ونحن نفعل نفس الشيء في سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية هذا هو الهدف الكامل من وجودنا هناك وإلى جانب ذلك نحن نساعد في تطوير بعض القدرات وزيادة احترافية الجيش العراقي والمساعدة في المحافظة على قوات سوريا الديمقراطية هذه هي مهمتنا الرئيسية ولسنا هناك من أجل تصرف ضد إيران على الرغم من أنه بسبب الهجمات التي قاموا بشنها ضدنا طررنا للدفاع عن أنفسنا فأغلب الهجمات التي شاهدتموها في العراق وسوريا كانت دفاعية طررنا للقيام بها من أجل الدفاع عن أنفسنا من الشبكة الإيرانية التي تعمل في هذين البلدين وكما شاهدتم خلال الأسابيع القليلة الماضية فقد أصبحنا أكثر صرامة مما أسهم في إبطاء وحتى إقاف تلك الهجمات التي كنا نواجهها بنسب كبيرة قبل أسابيع قليلة هناك نقاط ساخنة أخرى أيضاً في المنطقة نتيجة حرب غزة لكن لا يسعنا الآن التكلم عنها كان معنا قائد القيادة المركزية السابق جوزاف فوتيل شكراً جزيلاً على هذه المقابلة شكراً لك شكراً جزيلاً أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي مشاهدين شكراً جزيلاً على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكراً جزيلاً على أكثر من تلك الهجمات وإلى اللقاء وإلى اللقاء وإلى اللقاء وإلى اللقاء وإلى اللقاء